يرسل الإيرانيون سفينة محملة بصواريخ إيرانية لميليشيا الحوثي ويفاخرون أن محور المقاومة الإيرانية ممتد من حزب الله في لبنان إلى أنصار الله في اليمن دعم لا محدود للميليشيا يقابله ولاء غير محدود لإيران لماذا يتعظم النفوذ الإيراني في اليمن؟ أهلا بكم منذ خمس سنوات زادت علاقة إيران بميليشيا الحوثي توثقا وانتقلت إيران من مرحلة الدعم الإعلامي والتدريب والتأهيل والمساعدات اللوجستية تدريجيا حتى أصبحت تمد الميليشيا بحبل سري من المساعدات العسكرية واللوجستية التي قلبت موازين القوى العسكرية لصالحها خلال المعارك الأخيرة شرق صنعاء والجوف وفي الوقت ذاته تنحسر مساحة استقاة بين السلطة الشرعية اليمنية وحلفائها الخليجيين إلى درجة وصلت حد الصدام العسكري والإعلامي في عدن وسقطرة ورفع الغطاء الصاروخي عن مأرب وصولا للإعلان صراحة عن خوض أحد أطراف التحالف حربا معلنة مع أحد الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية يوما بعد آخر يتعظم النفوذ الإيراني في اليمن ورغم كل هذه الحرب التي أنهكت اليمنيين على مدى خمس سنوات تحت شعار مواجهة الدور الإيراني في اليمن إلا أن هذا الدور لم يتأثر ولم يتم القضاء عليه على شاشة إحدى القنوات التابعة لميليشيا الحوثي قال قائد ما يسمى بالقوة الجوفضائية في الحرس التوري الإيراني إن دول ما يسمى محور المقاومة متحدة لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وبحسب زادة فإن هذا المحور يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط تصريح يحمل دلالات عدة من حيث توقيته المتزامن مع إعلان البحرية الأمريكية القضى على شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين أو من حيث وسيلة نشره 150 صاروخا مضادا للدبابات تمكنت البحرية الأمريكية من إحباط وصولها للحوثيين غير أن القوة النارية للحوثيين في جبهة مأرب والجوف والتي كان آخرها إسقاط الميليشيا لمقاتلة تابعة للتحالف بصاروخ أرض جو تؤكد أن ما تم إحباطه ليست سوى واحدة من سلسلة عمليات تنجح إيران من خلالها في دعم حليفها الحوثي بأحدث الأسلحة التي يمكنها الحصول عليها بينما تواجههم مجامع عسكرية تابعة للشرعية بحليف لم تعد تدري في صف من يقف بالضبط والطيران بيحن هذه الحماية فإن كانت حماية لهم قاولا وإن كانوا معنا جماعة لا بدان يستقل قول ولا يستقل قول اللي يجح مع استمرار سياسة إطالة أمد الحرب فإن المكاسب تصب في خانة توسيع نفوذ الإيراني في اليمن وتساعد ميليشيا الحوثي في الحصول على مزيد من الوقت لتوطيد علاقاتها الخارجية وتجديد قبضتها الأمنية في الداخل بينما يستمر تدخل الدول مقتصراً على الإعلان عن إحباط محاولات تسليحاً جديدة بين فينة وأخرى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة والتي أصدف فيها الكاتب والباحث نبيل البوكيري هنا في الإستيديو ثم ينضم معنا آخرون خلال هذه الحلقة مساء الخير أستاذ نبيل مساء النور إذن سفينة حربية أمريكية تصادر أسلحة إيرانية الصنع كانت منتجها للحوتين هذا الخبر لم يكن إلا من يومين فقط ما الذي يحدث أستاذ نبيل؟ لا شك أنه الذي يحدث أصبح واضحاً إيران لا يمكن أن تترك جماعة الحوتي وهذا رد واضح وصريح على أصحاب أوهام فصل جماعة الحوتي عن إيران في اليمن ومحاولة دمج الحوثيين في المنظمة السياسية للمنطقة أنا باعتقادي كان الرد واضح من خلال هذه الحملة أو من خلال الصواريخ التي أرسلت للحوتيين الصواريخ الحرارية فضلاً عن تطور الآخر اليوم الملفت وهو إسقاط طائرة لأول مرة إسقاط طائرة تورنيدو سعودية مقاتلة سعودية في القوف من قبل جماعة الحوتي لكن كيف يتم القبول بذلك أسترنامي؟ نحن نتحدث عن خمس سنوات من الحرب وما زال السلاح الإيراني يتدفق إلى الحسين إلى العمق اليمني ما يحدث هو نتيجة طبيعية وطبيعية جداً لسياسات المملكة العربية السعودية على امتداد خمس سنوات كنا نقول دائماً أن أي تأخير للحرب في اليمن يعني ضياع قهود هذه المعركة ويعني مزيد من تعزيم المنطقة وتعقيد الحرب ودخول أطراف قليمية جديدة ودخول فواعل محلية أيضاً في هذه المعركة كل ما كنا نقوله اليوم ها هو يتمثل من خلال هذا السيناريو اليوم أنا باعتقادي الحرب يعني من كان يتوهم أنه يستطيع من خلال هذه الحرب أن يلعب وأن يدير مشهد الحرب أكثر ما يمكن أو أكثر فترة ممكنة ها هو اليوم سيدفع ثمن غالياً من أمنه واستراتيجياته العسكرية والأمنية التي كان يبني عليها حساباته في هذه المعركة اليوم أنا باعتقادي لمصاريخ الحوثية التي ضربت التي أسقطت الطائرة اليوم أو التي يتبنى الحوثي يعني عملياتها وهي قطعاً يعني مثل الذي حدث في منشآت النفط في أرامكو منطقة بقيق قبل أشهر من الآن كلنا يدرك أن مثل هذا الانكشاف الاستراتيجي لأمن المملكة هو نتيجة الطبيعية للسياسات التي اتخذت في اليمن لم يكن هناك جدية حقيقية في استرقاع الشرعية لم يكن هناك جدية حقيقية في دعم هذه الشرعية ولا في دعم القيش الوطني لم يكن هناك جدية حقيقية أيضاً في مساعدة الشرعية للعودة إلى الداخل ولملمة المشهد وإدارة المناطق المحررة وبالتالي كل ما حدث يعني أنت أمام مشهد يعني مفارقات غريبة وعددة يعني بين الموقف الإيراني تقاه جماعة الحوثي والموقف السعودي مثلاً تقاه باستثناء الإمارات لأن الإمارات لم تدخل كحليفة في هذه الحرب هي دخلت كطرف منسق منذ اللحظات الأولى مع الإيرانيين ونحن اليوم نرى النتائج واضحة من خلال ما نراه على الأرض من ممارسات من قبل الإمارات ومن قبل الحوثيين وهناك اتفاق وهناك تقاطعات واضحة في سياسات الطرفين فيما يتعلق بالشرعية فيما يتعلق باليمن الموحد فيما يتعلق بكيانية الدولة اليمنية فيما يتعلق أيضاً بالمملكة العربية السعودية أنا باعتقد أن هناك اتفاق إيراني إماراتي وما تحدثت عنه سرب عنه بعض المعلومات من قبل واشنطن بوستقريباً وتحدثت عن لقاء بين الإماراتيين والإيرانيين خارج أيضاً حتى موافقة الأمريكان في هذا السياق وبالتالي نحن عمام مشهد يعيد اليوم أولويات أنه ما مثلته مثلاً على سبيل المثال بالأمس مظاهرات الأمس التي خرقت من قبل مجامع الحراك وهي هذا الحراك الذي كان القاسم المشترك منذ لحظة الانطلاق بين ضاحية الجنوبية وبين الإمارات أي بين إيران وبين الإمارات وبالتالي اليوم عودة هذه الميليشيات المسلحة التي تدربت على يد خبراء من حزب الله ومن جماعة الحوثي ومن قبل خبراء إيرانيين اليوم دعمت طوال الفتر الماضية اليوم تعود الكرة مرة أخرى لمقاهبهة المملكة العربية السعودية ومقاهبهة الحكومة الشرعية باعتبارها حليفة المملكة وبالتالي كل هذه المعطيات تضعنا أمام لحظة أكثر قدية وأكثر سوداوية في نفس الوقت فيما يتعلق بمصير الحرب في اليمن إذن أستاذ نبيل الخبر هذا الذي أورده وزير الخارجية لم يكن بالأول يعني توالت عدة أخبار خلال هذه الخمس السنوات وتوالت استيلاءة عديدة على سفن محملة بالأسلحة البنتقون في 2018 كشف أدلة دعم إيران مع هدما هاوريكس المختص بتتبع الأسلحة في 2019 تحدث عن قطع عديدة تم توريدها من ضمنها أسلحة خفيفة وثقيلة على مستوى الرشاشات على مستوى المدافع يعني من القطع البسيطة وحتى القطع الكبيرة في 2016 تم سفينة أستورالية استولت على سفينة مهربة نعم يعني كل ذلك ولا يتخذ إجراء حقيقي لا ضد إيران ولا ضد الحوتيين لا من المجتمع الدولي ولا من التحلف الذي يقول بأنه يحاصر المنافذ البحرية ويحاصر اليمن ما هو هذا الحصار؟ المجتمع الدولي أولاً ليس جمعية خيرية وليس وكيل للأحد يعني المجتمع الدولي بالأخير هو شركات والدول لها شركات لها مصالح لها أسواق سلاح وأي حرب في الكون هذا من مصالح الدول الكبرى أن تستمر هذه الحرب حتى الأمم المتحدة التي تعتبر منظمة لفضل النزاعات وإحلال السلام هي بالأخير منظمة لإدارة طول أمد الحرب كما هو في الملفة اليمنية الملفة السورية كل الملفات التي في المنطقة وبالتالي التعويل ليس على الممتحدة ولا على هذه المنظمة التعويل على من يدعي نفسه أنه حليف للشرعية ويدعي أنه في معركة مصيرية لدفاع عن نفسه يعني اليوم المملكة حينما تحدث عن الحرب في اليمن هي أنطلقت إلى اليمن للدفاع عن المملكة مش للدفاع عن اليمن لأن اليمن يعني في تلك المرحلة كان قد سقط كان في حكم أنه قد سقط تحت النفوذ الإيراني فدخلت المملكة لدفاع عن أمنها وبالتالي وهي تدافع عن أمنها أرتكبت مجموعة أخطاء استراتيجية كبيرة هذه الأخطاء استراتيجية تمثلت مثلا على سبيل المثال بدعوة الإمارات لهذه الحرب والإمارات علاقتها سابنا على عصل مع الإيرانيين منذ ما قبل سيلاء إيران على القزر الإماراتية وما بعدها أيضا وبالتالي لا يقود هناك إشكالية في العلاقات الإماراتية الإيرانية فأن تدخل الإمارات لهذه الحرب معناها أن أعطيت إيران ذراعا أخرى بقانب ذراع الحوثي في الداخل المملكة يعني ما أحدثت الإمارات طوال خمس سنوات من ضربة شرعية وضرب خصوم الحوثيين والحالة الفضوية المسلحة الموجودة والاستلاع على الموانع وتعطيلها وتعطيل المطارات كل هذا ليس في صالح السعودية وليس في صالح الحكومة الشرعية ولا في صالح أحد في هذه المعركة بقدر ما يصب كل ذلك في صالح النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية في المنطقة يعني اليوم إن كان هناك من خصم حقيقي للسعودية في اليمن ليس للحوثيين للحوثيين قطعا ممكن يتفقوا لكن الخصم الحقيقي هي الإمارات التي من خلالها طبقت أو أهدت الحوثيين كل هذه الانتصارات التي يحققونها يعني هناك في داخل هذا القسم المسمى بالتحالف العربي من يعمل ويوفر ويزود بالمعلومات وربما سيتأتي أيام وسيتم كشف الغطاء عن أن معظم هذه الأسلحة التي تورد للحوثيين تأتي عن طريق الإمارات وكان لديه معلومات سابقة أن هناك تهريب يتم من رأس العارة من على سواحل خليج عدن إلى مناطق الحوثيين في البرح وفي قبال الحيفان وفي الراهدة وخدير تأتي هذه الصواريخ أو تأتي هذه الأسلحة عن طريق يعني مهربين ينتمون للحراك الجنوبي ويتم تهريبها من خليج عدن إلى هذه المناطق إذن أستاذ نبيل دعنا ينضم معنا الأستاذ عبنان هاشم والمعنى بشؤون إيران والخليج والسياسة الإيرانية مساء الخير أستاذ عبنان عبر الهاتف من مارب طبعا مساء الرعاة أهلا وسهلا بك وأبضيك الكريمة أهلا بك أستاذ عبنان سفينة حربية أمريكية تقوم بمصادرة أسلحة كانت متوجهة للحوثيين ما هي معلوماته باستاذي أن الهدف من الإعلان الأمريكي الأخير والإعلان الثابت الذي حدث قبل أشهر قليلة أن الأسلحة الإيرانية التي كانت متوجهة للحوثيين هو الهدف منه إلى إيران أكثر من كون الهدف يستهدف الحوثيين في اليمن يعود ذلك لأن المرحلة الأولى من الاتفاق النووي سنتهي في أكتوبر القادم ما يعني أن الحضر المفهوض على استيراد الإيراني للأسلحة سينتهي بوجب الاتفاق الإيراني ما يجعل ولايات المتحدة تقسف الضغط على المجتمع الدولي بأن إيران لم تنسز بالحضر المفهوض عليها وثلثة عميسة الأمن إما لتمجل الحضر أو لعادة الأسلحة السابقة بحضر الإيران من استيراد وتصدير السلاح الذي كان موجودا الذي صدره في 2006 كل عادة أهل يمن هي قاتل في أسفل أجل الأجل أجل الولايات المتحدة الأمريكية وعندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بشأن يتعلق في اليمن هي إما يكون الموقف يتعلق بسياستها ضد إيران أو أن يكون الموقف متعلق بسياستها الدعمة للنمفاق بالسعودية نعم إذن ضبط قارب في بحر العرب هل يقودون إلى معرفات كيف يدخل السلاحة إلى اليمن ويصل إلى ميليشيا الحوثي؟ أعتقد أن القريقة معروفة وقد تحدث كثير من ضمنها تكارير المجلس الأمري بأن يتم تهريب السلاح عبر قارب صيب صغيرة تنتقل إلى السواحل اليمنية ومن خلاء ويتم نقلها برا عبر برا من المناطق الجنوبية الخضعة لسيطرة الحكومة والميليشيات المرأ إلى مناطق لسيطرة الحوثيين من الجهة الإيرانية هناك وحدات تسمى الـ 190 التابعة في القدس المسؤولة عن عمليات مثل الأسلحة إلى اليمن إذن ما هي المنافذ التي يتم تهريب الأسلحة من خلالها؟ المنافذ البحرية بالطبع أعتقد أن هناك هناك عدة منافذ منها في محافظة الشباة وأيضا من عدن هناك أيضا طرق كثيرة يستخدم الحوثيون المال من أجل تسير أمورهم ووصول شحنات السلاح إلى محافظة الصمعاء بأعتقد بأن هناك خدمات متبادلة بين الميس الانتقال الجنوبي المدعوم للإمارات وأيضا الحوثيين من أجل تسير وصول السلاح للحصول على مكاسر جزئية تعتقد الإمارات بأن بإمكانها يسيطر على الجنوب ومقابل حسن الحوثيين على شمال البلد نعم إذن أين التحالف ألا يقول بأنه مسيطر على المنافذ اليمنية بأعتقد أن التحالف خلال فترة الماضية قد أظهر بشكل كبير في مراكبة السواحل اليمنية وأيضا السواحل اليمنية هي انتداد كبير هناك شريط ساحري طويل بإمكان بهذا الشريط الساحري الطويل يسعب مراكبة وهو أيضا هناك كثيرات تتم من جهات داخل التحالف ربما وأيضا من الجهات الموالية للتحالف من الميسس الانتقال الذي كان مسيطر بشكل كبير على المواناة اليمنية وأيضا المواناة الصغيرة الموجودة في معظم محافظة البلد الجنوبية ما يسهل وصول الحوثيين بطرق كثيرة للحصول على هذه الأسلحة بأعتقالي بأن الفترة الماضية خصل الحوثيين على منظومة الدفاع الجوي متطورة وزودتهم بها إيران من أجل إسئدة في الطائرات السعودية تحدثوا العهودية ونكسر مرة بأنهم خلال هذا العام سيبدأون بتجهيز منظومة الدفاع الجوي متطورة من أجل إسقاط طائرات التحالف وهذا أيضا في إسئلة السعودية لمفاوضات بشكل أكبر مع الحوثيين في مسقاط للخروج من الحرق في البلاد نعم إذا نعدنا هاشم المختص بأشار الخليجي والسياساء الإيرانية شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من مأرب عودة إليك أستاذ نبيل إذن أستاذ نبيل برأيك لماذا يتعظم الدور الإيراني في المنطقة بهذا الشكل يتعظم الدور الإيراني نتيجة للفراغ الموجود في المنطقة لا تنسي أنه كان هناك دولة عظيمة واجهة إيران أكثر من ثمان سنوات هي العراق انتهت فريسة سهلة بها لإيرانيين سوريا كانت أيضا تمثل قوى إقليمية لغاسبها تحولت إلى حليف لإيرانيين وتدمرت خلال هذه الحرب التي رأيناها مصر انتهى مصر دورها الإقليمي ودورها العربي الكبير الذي كان تمثله اليوم مصر أصبحت للأسف تابعة يعني عزبة من عزب محمد بن زايد على النيل يعني بالأسف هذه المصر العظيمة التي كانت تقول العالم العربي وبالتالي هذا التراجع الكبير هذا الفراغ المملكة أيضا المملكة أنا باعتقاد طوال هذه الفترة منذ 2015 حتى الآن والنتيجة الصراع السياسي الذي دار على من يخلف الملك سلمان أدى إلى تدخل الإمارات بشكل كبير وأدى إلى احداث أنها تدخلت في صناعة القرار في المملكة اليوم مصباحة الإمارات هي التي تدير المشهد في الإمارات يعني هذه الحقيقة التي لا يمكن أن يتجاهلها طوال أحداث وتعقيدات الخمس سنوات الماضية من الحرب في اليمن وحتى في المنطقة فيما يتعلق بمواقهة ربيع العربي كان واضحا أن التوقه والقرارات الإماراتية في كل ما تتخذه السعودية من قرارات وبالتالي هذا الفراغ الموجود اليوم من السهولة بمكان إلى أي دولة لديها رؤية واضحة لديها إمكانيات ممكن أن تملاح هذا الفراغ من خلال كما فعلت إيران طوال السنوات الماضية وبالتالي هذا المفوذ الإيراني هو موجود نتيجة لغياب دور عربي وانهيار منظومة الدولة التقليدية العربية والدورة ما نسمى بالدولة الإقليمية القطرية العربية وما نسمى بجمهورية ما بعد الاستقلال كلها نهارت من العراق إلى سوريا إلى مصر إلى ليبيا إلى اليمن كل نحن أمام يعني مشهد ملي بالفراغ هذا الفراغ من السهولة بمكان أن تأتي دولة كإيران لديها طموحات ولديها مشاريع وستراتيجيات لتصنع فيه ما تريد وبالتالي يعني على ماذا يعول الآن العرب أو على ما يعني باعتقاد أنه انتهى يعني حقبة ما بعد الدولة العربية الآن كل ما نراها هي عبارة عن يعني قصصات مسمى دولات هذه دولات لا ليس لها تعثير لا على المستوى المحلي على مواطنيها ولا على المستوى الإقليمي والدولي وبالتالي سيكون من السهلة بمكان تتمدد إيران وأن تتمدد إسرائيل وأن تملى هذا الفراغ بكل سهولة ميسر نعم إذا نستاذ نبيل منش وزير الخرجية مايك بومبي حول الأسلحة المهربة دعني فقط أتوقف معك عند عبارة من هذا التصريح قال أن هذا وجود الأسلحة المهربة مثلا آخر على أن إيران تعد أكبر رائع للإرهاب في العالم هل يمكن أن يفهم من هذا التصريح أن هناك تصريح ضمني على أن جماعة الحوثيين جماعة إرهابية طبعا حتى نكون دقيقين في هذا الموضوع الأمريكان ليس عندهم مشكلة مع الحوثيين وباعتقادهم هم الذين يدفعون المملكة للتصالح والالتقاء والعقد اتفاقات مباشرة مع جماعة الحوثيين وبالتالي مثل هذه التصريحات طبعا هو قز منها يعني قز منها استراتيجية الإحماة مع إيران على نتيجة مقتل قاسم سليماني لكن في الأخير أنا أعتقد أن الأمريكان عندهم ليس عندهم مشكلة فيما يتعلق بهذه الميليشيات يعني مساعدين أن يتعاملوا مع أي ميليشيات شريطة أن يتحقق لهم نوع من ابتعاد هذه الميليشيات أو اقترابها من إيران لكن أيضا مثل هذه السياسات أنا أعتقد أنها سياسات متعثرة أثبتت حتى الآن فشلها يعني كانوا ينادون منذ أشهر أنه ممكانية الفاصلة وكانوا يدفعون السعوديين لاتصالوا مع الحوثيين وذهبوا في مفوضات طبعا لكن بعد مقتل قاسم سليماني تضح أن المسألة يعني معقدة مترابطة بشكل كبير جدا وأن العقل الذي يدير جماعة الحوثي ويدير حزب الله ويدير الحجز الشعبي في العراق والميليشيات فاطميون وغيرها من الميليشيات الموجودة في سوريا كل هذه الميليشيات كان الخيطة النظم لها موجود عند قاسم سليماني وقاسم سليماني يعني مثل حراسة ثوري لإيراني وبالتالي اتضح المشهد بشكل كبير من خلال الحالة التي رأيناها عقب مقتل سليماني اليوم أنا باعتقادي أنه تكرار نفسها للمقولة أنه إمكانية الفاصل بين جماعة الحوثي وإيران سقطت الآن لا يمكن التعويل عليها وخاصة أنه نرى هذه التطورات اليوم في المشهد يعني يعني حين هناك دعم لمليشيا الحوثي وربما دفع بالسعودية لأتصالح في نفس الوقت يتحدثون عن دعم إيراني لجماعات إرهابية يعني طبعا الأمريكان في هذه الورقة بالذات طبعا ربما هم أقرب لجماعات الحوثي من حيث العقيدة القتالية فيما يتعلق بالاستراتيجي الأمريكي الاستراتيجي الأمريكي مرفوع استراتيجي منذ 2001 هي مواجهة الإرهاب والإرهاب في الذهنية الأمريكية هو ما يتعلق بالجماعات السنية التي أتت من الطيار السني كالقاعدة وداعش وما إلى ذلك وبالتالي رأينا كيف يعني مثلا قاسم سليماني الذي كان يلعن أمريكا ليلة النهار كان يقاتل في العراق وسوريا تحت رحمة الطائرة الأمريكية التي كانت تمسح الأرض لتتقدم الميليشيات تتابع قاسم سليماني يعني بالأخير يعني ما يقول ما يقال شيء وما يرفع وما يصرح به شيء وما يمارس على أرض الواقع شيئاً آخر وبالتالي ما يحصل في اليمن يعني هم يدفعون بالتقاه الصالح مع جماعة الحوثين لكنهم في نفس الوقت أيضاً الأمريكان يرون ويشاهدون بكل وضوح أن إيران لازالت هي التي تدير المشهد وأنها هي التي تتحكم بالقرار السياسي لجماعة الحوثين وبالتالي هم لا يهمهم هذا ما دام أنه سيتحقق لهم أو بمعنى آخر نوع ليوجد هناك نقاط الاتقام على الإيرانيين عفواً مع الحوثيين فيما يتعلق بملف ما يسمى بالجماعة الإرهابية نعم إذا نسمح لنا أستاذ نبيل أن ننضم معنا سيد ألبراشيبان الباحث في أشؤون الإنسانية عبر الهاتف من لندن مساء الخير أستاذ برا مساء النور وأهلا مساء أستاذ برا تم تحديد أن هذه الأسلحة تعد انتهاكا لقرار مجلس العمن والذي يحضر الإمداد المباشر أو غير المباشر بالأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثين السؤال لماذا لم يتخذ أي موقف يمني أو عربي أو دولي حتى تجاه استمرار تجاوزات إيران للقرارات الأممية يعني أولا أنا أعتقد أن واضح أن هناك جدية أكبر من إدارة الرئيس تجاه ممارسات إيران أكثر ما هي عليه أيام إدارة الحزب الديمقراطي وخصوصا أيام أوباما النقطة الثانية أنه ما زال يتم التعامل مع اليمن ليس كملف رئيسي بل ضمن ضمن ملفات أخرى طبعا هذه خطوة مهمة أن تقوم البحرية الأمريكية بوقف مثل هذه الأسلحة وهي محاولة لإرسال بعض الرسائل لكن لا ننسى أن هذا يأتي في خضم أن هناك شعور عام لدى المجتمع الدولي وحقيقة حتى لدى المجتمع المحلي حتى في الداخل اليمني يشعر الكثيرون أن الحرب بشقها العسكري قد طالت واستنزفت اليمنيين وحتى كثير من الناس لا يشعروا أنه بالإمكان حسم هذه المسألة المسألة عسكرية إذا كانت هناك جدية من قبل تحديداً الشرعية والتحالف في حسم المسألة سيتعامل المجتمع الدولي بشكل مختلف مع المرأس لكن هذا التصعيد من قبل الإدارة الأمريكية هي أكثر ما يتعلق بسياستها تجاه إيران وليس سياسة مستقلة تحاكي تطورات الأوضاع داخل اليمن اسمح لي فقط أن أقول هذه الفكرة التي ضيفها هنا في السيديو سيد نبيل هل تجد أن هناك فعلاً جدية أكبر من ترامب تجاه السياسة إيران صحيح هناك نوع من الجدية باعتبار أن الملف الإيراني بالنسبة للجمهوريين ملف مهم لكن أيضاً في نفس السياق أنا باعتقادي ليست الحكومة الأمريكية كما رأينا قد يكون قصة فشل الكونغرس في محاسبة ومقلس شيوخ عفواً في محاسبة ترامب وعلى فتره السابقة هذا سيكون يعني نوع من انتصار لرؤية الرئيس ترامب فيما يتعلق بملف المنطقة وخاصة المواجهة مع إيران لكن في نفس السياق أيضاً هذا لا يترك يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة ملكية ممكن القرار يتخذه ترامب هناك مؤسسات تعارض هناك مؤسسات يعني لا ترى في الأمر في إيران كل هذه الخطورة وبالتالي لازل الملف الإيراني أو ملف التعامل مع إيران من قبل الأمريكية ملف معقد وشائك والسياسي يحتاج إلى كثير من التباينات والصراعات والتقاطعات في الإدارة الأمريكية نفسها فضلاً عن المنطقة كلها يعني المنطقة مثلاً اليوم أنا باعتقاد ما يقري في الخليج يعني هناك أطراف اليوم يعني مثلاً حالة الانقسام بين الأزمة الخليجية التي أدت إلى انقسام المجلس بهذا الشكل واليوم أيضاً في انقسام في داخل مجل التحالف العربي يعني بين رؤية الإمارات والسعودية فيما يتعلق بملف إيران تحديداً كل هذا أنا باعتقادي يصب كله وجميعه في صالح المشروع الإيراني في صالح الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة والخاسر الوحيد في هذا كل في هذه المعمر كله هي الشعوب العربية ومن تعتقد وبعض الأنظمة العربية التي تعتقد أنها ستكون بمنأة من هذا وخاصة عند هذه اتخذت سياسات قاصرة وغبية فيما يتعلق بملفات استراتيجية كالتحالة الحرب في اليمن عند هذه النقطة دعني أنقل هذه الفكرة سربرة يعني لماذا يشهد التحالف العربي هذا الشتات وهذا التباين في الموقف تجاه قضية هي التي شكلت العمود الأساسي في تكونه وهي قضية اليمن والوقوف ضد التدخل الإيراني في المنطقة طبعا أعتقد هناك عدة أسباب أنا لا أعتقد أنه حتى يمكن اختصارها في 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 دقات بسيطة لكن أبرزها أعتقد أنه لم يتم حسم الكثير من الملفات وخصوصا خليمي يكون واضح علاقة الشرعية مع التحالف وتصويب هذه العلاقة لم تتم منذ اللحظة الأولى بشكل واضح أيضا عندما كانت هناك تجاوزات من بعض طراف التحالف في وقتها المبكر لم يتم حسم هذه المسألة بشكل بشكل نحن وحقيقة السبب الأخير وهو أداء الشرعية هناك ضعف واضح في مؤسسات الشرعية واتضح هذا الضعف في المعركة الأخيرة داخل نهر النقطة الأساسية التي أريد أن أركز عليها أن في السياسة السياسات الدولية هناك تقاطع مصالح دائما وكان من المفترض على الشرعية منذ لحظة وصول الرئيس سرمبيل البيت الأبيض والتحارف العربي كذلك أن نستغل هذه اللحظة للاستفادة منها لأن الفرص تأتي بمثل هذا النحو وتكون هناك تقاطع المصالح هناك تقاطع مصالح واضح بما يتعلق بوقف التمدد والتغول الإيراني داخل المنطقة وهو ما يفترض أن يمي عليها الإشكالية الأساسية أن الجدية التي تضلح نراها لدارة أمريكية لا يواكبها استعداد وجاهزية تامة بقبل الشرعية وكذلك بقبل التحالف العربي نعم أستاذ أبرا هل تتقد أن هذا الإخفاق سببه السعودية أم الإمارات أم أنه أصبح سيمة دائمة لأي تجمع عربي الإشكالية أنا لا حتى نكون منصفين هو عوامل عوامل مشتركة أنا لحظت أولا في ما يتعلق بأداء الشرعية نفسها ويمكن فقط أي متاذع أن يرى أننا نشهد تغييرات كبيرة على الأرض اليمينية ومعالك كبيرة ولا ندد أي مسؤول حتى يخرج بتطريح هذا يوضح حجم الخلل الذي حصل في أداء الشرعية هذا سبب النقطة الثانية لم يكن تصيب علاقة الشرعية مع التحالف بشكل واضح والنقطة الثالثة هو الإرباك الذي ستبذت فيه الإمارات العربية المتحدة تحديدا في كافة المجالات سواء في المناطق الجنوبية سواء يعني علاقتها التي بالنسبة لليمنين لا يشعروا بالأمان في تعاملاتها والمصالح التي تريد أن تديرها بشكل يعني لا تدير مصالحها مع يعني مع اليمنين بشكل واضح بل من خلف بل من تحت تحت الطاولة الإمارات سنبت طبعا إرباك كبير للتحالف العربي ومنها ما حصلت داخل محافظة عدد في أبوستوس من العام الماضي نعم إذن عند هذه النقطة ما رأيك أستاذ نبيل من هو سبب الإخفاق فيما يحدث خاصة في التحالف بالنسبة للإخفاق أنا باعتقادي يتحمل الشرعية اليمنية الجزء الأكبر من هذا الإخفاق لأن هذه الشرعية للأسف فرطت بكثير من القضايا المركزية والرئيسية بالنسبة لها وبالنسبة اليمنين كبيرة تتمثل بسيادة البلاد ومصيره ومصير نظامه والجمهوري ووحدته كل هذه أنا باعتقادي تم التساهل أو التفريط فيها فضع عن ذلك وهو الأهم مسألة العلاقة التي كانت يجب أن تكون عليه ويجب أن تكون إذا ما تبقى وقت اليوم لاستمرار هذه الحرب لأنه يعني علاقة مختلة لا تدري من التابع ومن المتبوع ومن السبب الرئيس يعني الطرف الرئيسي ومن الطرف الغير رئيسي يعني هناك شكالية فيما يتعلق يعني اليوم أنا باعتقاد أن الشرعية بعد خمس سنوات أصبحت في حكم العدم يعني ليس لها تأثير واضح في صناعة قرارات هذه هذا التحالف لا العسكرية ولا السياسية ولا الاقتصادية يعني اليوم أصبحت الشرعية مقرد ورقة في يد المملكة وفي يد التحالف العربي لا تستطيع ليس لها قرار باختصار أما الناتيفة نحمل المملكة يعني وهي تتحمل قطعا تتحمل يعني نسبة كبيرة من هذا الإخفاق لكن بالأخير نحن الأولى الذين نتحمل لأنه نحن نصحاب الأرض نحن نصحاب القضية نحن نصحاب الدم ونصحاب كل شيء في هذه المجتمع فلا أنت تتحمل من دعيته ليعينك إخفاقك فيكون هذا نوع من البلد والسخ في مكانك واحد تدعي يعاونك بعد تتحمله المسؤولية بالأخير أنت الذي سلمت له كل شيء وأنت الذي بمسياساتك وموارساتك قبلت أن تكون تابعا بلا قرار وبالتالي سيكون كل ما يحدث بعد ذلك تتحملها أن وهو ربما سيخرج كشعرام العقين لا لن يتحمل أي شيء هذا على افتراض أنه لن يكون لها تداعيات أيضا وبالتالي نحن نتحدث عن هذا ومشكلتنا تكمن في هذه الشرعية فشلت ونخاف أن هذا الفشل وهذا العجز يصل إلى مرحلة الخيانة لأنه أن تكون فاشلا هذه مفهومة لكن أن تكون فاشلا وغير قادرا على أن تقول للناس أنني عجزت لا أستطيع هذا يتحول الأمر من فشل إلى خيانة فلا نرجو أن تصل مرحلة للمرحلة الخيانة العظمى والوطنية إذن أستاذ براء هناك من يقول أن هذه المواقف وهذه الأحداث أيضا والعدد الكبير من تهريب الأسلحة خلال خمس سنوات من الحرب هو يعكس الفشل العسكري والأمني للتحالف ضد تغول إيران وأذرعها في المنطقة نحن علينا في البداية أن نوضح نقطة مهمة وهو تطرق لها الأخ نبيل بشكل واضح من سيحسم المعركة مع جماعة الحوثيين هما اليمنيون الطرف اليمني الذي يعتبر نفسه أنه هو من يمثل الشرعية هو من يمثل الجمهورية ومن ينتصر لإرادة اليمنيين عليه أن يكون حاضرا وعند مستوى وعند مستوى التحدي وخصوصا نحن لاحظنا أنه في لحظات كثيرة سنتبدو أن ملامح الحسم المواضحة نعم لكن الأسباب التي هو تطرق لها بشكل واضح وذكرت هذا في هذا الحديث لا تمكن الشرعية مئة في المئة أنها تحسم الأمور النقطة المهمة التي أريد وهو مثال بسيط من أمثلة كثيرة أنا التقيت مثلا قبل يومين مع برلماني ألماني وكنت أحدثه على تسفل الطيران الذي تم على الجيش الوطني في نقطة العلم والذي راح ضحية ثلاثمائة من الجيش الوطني واستغرفت أنه يعرف الحادثة تماما وأنه لكن قال لي أنا في يومها كان يبحث عن البيانة الذي ألقاها المستخير اليمني في المتحدة مترجم فقط كان يريد الكلمة مترجمة لأنه كان معه لقاء مع وفد ماراتي في يومها هذا الأداء أنه ليس لدينا حتى تواصل مع الناس الذي ممكن أنهم يتفاعلوا معنا في لحظة مهمة وليس لدينا يعني تخيلي أنه مثلا كل الدقماسية ترجم الكلمة التي ألقاها السفير اليمني في مجلسة العامل هذا يوضح لك حجم الإشكالية داخل منظومة الشرعية أنا أريد أن أناشد بجد وبحقيقة أنه يجب الآن العمل على إصلاح حقيقي داخل منظومة الشرعية حتى نستطيع أن تكون لدينا يعني إدارة قادرة أن تحسم المغفات في الأخير أنا أريد أن أقول لجميع السعودية لن تحسم لنا المعركة السعودية ممكن أن نستفيد منها ممكن أن نستفيد بعلاقاتنا معها ممكن أن نستفيد من الدعم العسكري الذي تقدمه لكن من سينتصر اليمني هم اليمنيون حتى في معركة 62 والمعركة ضد الإمامة من نتصر في الأخير هم الجنود الجمهورية وليس ديش المصري رغم أن الدعم العسكري كان هائل جدا للثورة والجمهورية نعم وكن نستفيد السياق أعتقد أنه ينطبق اليوم نعم يعني ربما في رد فعل الشرعية بعد القضى على القارب لتهريب الأسلحة تحدث الوزير الإيرياني معامل الإيرياني ويطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان وبأن هذه التصريحات أيضا الإيرانية تؤكد ما تمت الإشارة من قبل الشرعيات طيلة خمس سنوات بالتعاون بينهم هل تجد أن هذا الموقف هو أقصى ما وصلت إليه الشرعية أو أكبر شيء ممكن أن تقدمه يعني هي إدانة جيدة وهو تصريح في الأخير الأستاذ الإيرياني هو وزير علام ومهمته أن يصرح بهذا الشكل لكن علينا أن نستفيد يعني الآن أنه مدام أن البحرية الأمريكية تحركت بهذه القريطة علينا أن نستغل هذه اللحظة في الأخير هناك تقاطع مصالح والسياسة الدولية تقوم على المصالح فمدام أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها توجه واضح في وقف التغول الإيراني في المنطقة هذا يجب أن نستغله يجب أن نبني عليه وبالتأكيد فتأتي ثماره في الأخير نعم إذن شكرا جزيلا لك البراشيبان الباحث في أشؤون الإنسانية كنت معنا عبر الهاتف من لندن وأنتقل معك أستاذ نبيل في النقطة التي تتحدث الأخير التي تتحدث عن هذا السبب وهي علينا أن نستغل هذه اللحظة وهي الموقف الأمريكي والإرادة الأمريكية ضد إيران ربما ليست الفرصة الأولى المؤتية الشرعية وربما لن تكون الأخيرة هناك العديد من الفرص التي أضعتها الشرعية ولم تستغلها هل ستمر هذه أيضا؟ أحد من الكوارث التي أصيب بها اليمنين اليوم أنه كل شيء كان لصالح استعادة للدولة والمعركة لكن نتيجة الوجود إدارة فاشلة وعاجزة كما أقول دائما أدى إلى التفريط بكل الفرص وتضيع كل الفرص مثلا نحن الآن في السنة الخامسة من تشكيل تحالف عربي أتى بأمواله وسلاحه لهذه المعركة لكن كان هناك أشخاص فاشلون وعاجزون وغير ذي خيال سياسي وغير ذي تأريخ ولا تقربة وبالتالي فرطوا كل هذا التحالف وبدل أن يكون التحالف في صالح ينتحول إلى ضدنا اليوم يعني ما يحصل هو يعني ما تمارسوا الإمارات ما تمارسوا يعني حتى مثلا المملكة في بعض الملفات الموجودة كلها في غير صالح على الحكومة شرعية كل ذلك يصبح في صالح استمرار الانقلاب واستمرار الحرب بهذه الطريقة العبثية وبالتالي لا شك يعني حينما نتحدث عن استغلال المواقف الدولية واستغلال المواقف الإقليمية في مساعدتنا نحن أولا يجب أن نفكر في عادة هيكلة هذه الشرعية اليوم أصبح عائق أمام أي انتصار هو وجود هذه الرؤوس التي فشلت يعني أنا لا يمكن يعني واحد تعطيه الفرصة الأولى والثانية والثالثة وهو يفشل فكيف يعني كيف تعول على من أصبح الفشل هو هاجسه وهو سلوكه وهو وهو النفس الذي يتنفسه اليوم هذه الشرعية بكل شخصها فاشلوا وعاجزون وبالتالي التعويل عليهم مصبحة كارثة اليوم يجب أن يعاد تصحيح مسار هذه الشرعية في داخلها في شخصها في آلياتها في كل هذه الكومة من العبث الذي اليوم يضر اليمن ويضر اليمنين أكثر من أي ضرر آخر أنا أعتقد أن مسألة الانقلاب هذا أمر مفرغ منه بالنسبة اليمنين ويعرفون عدوهم جيدا أن الحوثي عدو لهم وسيقاتلونهم بإمكانياتهم الذاتية إلى آخر طلقة الرصاص لكن الإشكالية تكمل أن هناك حاجز أن هناك أن هناك جهاز سنف الصناعي يمنح لهذا الانقلاب الاستمرار هذا الجهاز ممثلا بالحكومة الشرعية الفاشلة العاجزة التي لم تستطع أن تقدم شيئا حتى الآن يعني ماذا قدمت على امتداد خمس سنوات هي فرطت بكل إمكانيات فرطت بإمكانيات اليمنيين الذاتية التي كانوا نقاتلون بها في الداخل وفرطت بإمكانيات المجتمع الدولي أو المجتمع بالتحالف العربي وبكل ذلك نتيجة لأنه شخص هذه المرحلة كانوا سببا بالفشل والهزيمة واسقاط صنعه وهم اليوم مستمرين في صناعة نفس الفشل ونفس الهزيمة وبالتالي التعويل عليهم أصبح كارثة كديرة نعم إذن أستاذ نبيل أيضا بعد حادثة مصادرة الأسلحة الإيرانية كان هناك تصريح لقناة المسيرة نقلته عن قائد القوى الجوفضائية في الحرس أثور الإيراني العميد أمير حاجي زادة قوله إن اليوم محور المقاومة ليس إيران فحسبا يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط من أنصار الله في اليمن إلى حزب الله من أنصار في اليمن إلى حزب الله في لبنان كيف؟ هذه التصريحات هي تصريحات إيرانية متكررة سمعناها كثيرا فيما يتعلق بوصول إيران إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط ووصوله إلى البحر الأحمر وخليق عدن هذا الكلام هذه استراتيجية واضحة ليست فقط مثلا للاستخدام الإعلامي فقط لكن اليوم نحن صبحنا أمام حقيقة واقعة وماثلة ما يمثلوا ثقة الحزب الله بعد المعركة السورية ما يمثلوا الحوكيون اليوم بعد الحرب والانقلاب الذي حصل بالتالي على الذين اليوم لا زال بيدهم بعض الإمكانيات لمواقعة هذا الخطر يعني مثلا المملكة العربية السعودية اليوم اليوم مصير المملكة مرتبط بالمعركة في اليمن لا يعتقد الإخوة في المملكة العربية السعودية أنهم سيكونوا في منعها فيما لو تمكن الحوثي من السيطرة والتمدد والسعادة زمام المبادرة في الكبرى في اليمنية سيكون الهدف الثاني والمباشر هي المملكة وسيذهبون لتفتيتها الميليشيات التابعة للمرشد الأعلى في إيران وبالتالي اليوم أنا باعتقاده هذه آخر معركة يمكن يخوضها العرب لاستعادة كرامتهم المسلوبة والمستلبة والمهانة من قبل هذه الميليشيات ومن قبل الإيرانيين اليوم الذين يقدمون أنفسهم كأسياد لهذه المنطقة وهذه الحقيقة المرة اليوم تتحقق أمام أعيننا من خلال هذه الميليشيات التابعة لهم ومن خلال أيضا السياسات العربية المخاتلة التي يمتطيها الإيراني ويستحذيها كأحذية له سياسات الإماراتية وغيرها كل الذين يتقربون اليوم من إيران سيكونون بالغد القريب بضحايا لهذا التقارب نتيجة لأن الإيراني استراتيجي واضح في المنطقة هو السيطرة عليها السيطرة على منابع النفط السيطرة على المناطق المقدسة وبالتالي كل هؤلاء الذين يتوهمون اليوم ويختلقون أعداء وهميين غير العدو الحقيقي لهم سيصابون وسينالون نتيجة مثل هذا التبكير العدمي والسطحي أخيرا تعقبا على موقف الحكومة الشرعية هل يكفيها تنديد بموارسة إيران وتهريبها الأسلاح الحوثين عبر مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان هل هذا كافي؟ أنا باعتقادي هذا نوع من وظيفة العاجزين والفاشلين يعني ماذا ستقدي أو ماذا ستستفيد من تنديد هنا أو هناك يعني إذا لم تكن أنت فاعلا على الأرض وإذا لم تكن أنت سيدة نفسك وصاحب القرار ما يفيدك أن يصيح الزيدة وعمر بدعما لك ومساندة لك إذا لم تكن أنت صاحب القرار وصاحب الشور والقول لا يقضيكم كلام الناس أنا باعتقادي اليوم هذا نوع من الغوغائية والعبث المقود في هذا المشهد أنه أنت تنتظر واحد تطالب المجتمع الدولي يدين ويستنكر بالأخير أنت ماذا فعلت أنت اليوم خمس سنوات فرطت بكل إمكانيات الانتصار وفرطت بكل إمكانيات المعركة من خلال هذه القوقة من الفاسدين والمشوهين والعاهات التي تم يعني حشم قساد الشرعية بها مسؤولين فاسدين لا علاقة لهم بالمسؤولية ولا علاقة لهم بالنضال ولا علاقتهم بالقضية يعني نحن أمام مشكالية خطيرة في هذا السياق نعم إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث نبيل البكيري كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وإمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر